رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان ألا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي وقع في جبال الشعانبي إذا أردنا أن نقيمه فإنه بكل المعايير جريمة شنعاء نكراء تخالف المبادئ الشرعية والقيم الإنسانية وكل المعايير التي يتعامل بها الناس اليوم إذ أن جنودا مهمتهم حماية الوطن والحفاظ على أمن تونس والحفاظ على سلامة البلد وأهلها يتعرضوا لمثل هذه الفضاعة وإلى هذا القتل وإلى هذه الشناعة ثم بعد ذلك يفعل بهم ما يفعل هذا لم أقرأه في التاريخ ولم أسمع به وقع حتى بين أكبر الأعداء في تاريخ الإنسانية إلا أنه وقع في جبال الشعانبي بالأمس أولا لابد من التوجه في بداية الكلمة هذه إلى أهل الضحايا إلى عائلات الضحايا إلى أبناء الضحايا ونقول لهم الأيام معدودة والحياة محسوبة ولا تدري نفس متى تموت وكم ستحيا والحياة أيام معدودات والموت يلف الناس جميعا لكن الذي أعزيهم به هو أن هذا الموت هو اشتشهاد في سبيل الله هؤلاء الأبناء الذين ضحوا من أجل تونس ومن أجل سلامة تونس ومن أجل راحة أهل تونس ومن أجل تحقيق الأمن لتونس هؤلاء الأبناء هم شهداء من أعلى تراز في الشهادة عندنا في الإسلام تركوا في رمضان أبنائهم وتركوا زوجاتهم وتركوا بيوتهم وتركوا مطاعمهم ومشاربهم والتحقوا أمام قبل المغرب بساعات أو بلحظات قليلة ليتولوا حمايتنا وحراستنا ونحن نتناول فتورنا وغداءنا إلى غير ذلك فهؤلاء أقول تعازي لهم وتعازي أهلهم وتعازي أسرهم ولكن والله والله إنهم لهم الفائزون وأن لهم شرف الشهادة وأن لهم شرف الدفاع عن تونس وأن الإنسان إذا عاش ومات ثم طويت صفحته فإن أمثال هؤلاء لن تتوى صحائفهم ولن ينسوا في تاريخنا ولن يخرجوا من قلوبنا فأبنائهم أبناؤنا وأهلهم أهلونا وأمهاتهم أمهاتنا لا سعنا إلا أن ندعو لهم بالصبر وبالسلوان وأن نهنيئهم بهذا الاستشهاد اللي هو شهادة في سبيل الله واللي يقول فيها رب سبحانه وتعالى وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون سيخلدهم التاريخ وتخلدهم تونس ويخلدهم المولى سبحانه وتعالى في من عنده من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها التونسيون أيها الأبناء أيها الإخوة لا يمكن أن نسمي ما وقع وأن نعتبر ما وقعه صدفة إنما هو مخطط يراد به لتونس أن تضرب الضربة وباعتبارها بالأخص أنها رائدة هذا الربيع العربي أن تضرب الضربة القاسية التي لن تستطيع أن تقوم بعدها أنا أدعو الله تعالى وأدعو هذا الشعب أدعو الشعب أولاً إلى مزيد الالتحام وأن هذه الفاجعة لابد أن تكون له درس وعبرة وأن تزيدهم لعمة واتحاداً واتفاقاً واجتماع كلمة حتى نفوت على هؤلاء الأعداء المبثوثين بيننا والخارجين عننا أن نعطيهم درساً بأن تونس الحضارية ومنذ آلاف السنين وآلاف ومئات القرون بأن تونس الحضارة تونس المجد تونس العلم تونس الزيتونة تونس الصبر تونس الجلد تونس الإباء لن تطيح في هذه الحفرة وسوف إن شاء الله تقوم مرفوعة الرأس وأن أبنائها سيرجع لهم جميعاً الرشد وأن يلتحموا وأن يجتمعوا وأن يتصافحوا وأن يتسامحوا وأن يضعوا الأيدي في الأيدي حفاظاً على تونس حفاظاً على وحدة تونس حفاظاً على تاريخ تونس حفاظاً على هذا الشعب الذي ضحى ولا زال يضحي من أجل أن تعيش تونس آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فلا تكفروا أيها الأخوة بنعم الله لا تكفروا بما أعطاه لكم المولى تعالى من معاني الاستقرار وأسباب الوحدة وأسباب الانسجام ما تخرج به عن هذه الوحدة وتحقق آمال هذه الزموة الزمرة الباغية هذه الزمرة بماذا أسميها كل أوصاف قليلة فيها حتى نفوت عليهم الفرصة ونضمن لأنفسنا السلامة إن شاء الله والخروج من هذا الكبوس الذي أصبحنا كلنا نعيش فيه كباراً وصغاراً رجالاً ونساءاً بسطاء ومثقفين لأننا ما عشنا في تاريخ حياتنا الذي أدركناه مثل هذه الأيام نسأل الله تعالى أن تكون هذه النهاية هي نهاية لكل الأوجاع ولكل الأسقام ولكل الأمراض التي حلت بتونس نجانا الله من كل الفتن ونجانا الله من كل المكائد والإحن نجانا الله تعالى وصف قلوبنا وصف أرواحنا وجمعنا على طاولة واحدة طاولة التضامن وطاولة الإنسجام وطاولة الحوار التي نرجوها لتونس وما ذلك على أهل تونس وعلمائها ومثقفيها وأحزابها وجمعياتها ليس عليهم ذلك بعزيز لأننا عندما عرفنا تونس وعلماء تونس عرفنا فيهم الشهامة وعرفنا فيهم أنهم يرعيوا مصلحة تونس قبل كل اعتبار فالله تعالى يحقق آمالنا في الخروج من هذه المحنة ويحقق آمالنا في التوحدنا واجتماع كلمتنا واجتماع سفوفنا ونسأل الله أن يكون ما وقع بالأمس هو آخر النكسات وآخر النكبات وآخر الهزات اللي في امتعشناها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا